لم يختلف الامر كثيرا مع حلول شهر رمضان في محافظة البيضاء حيث لا تزال الميليشيا تواصل قصفها على مواقع المقاومة الشعبية في العديد من الجبهات في المحافظة مصادر محلية افادت بمقتل اربعة من عناصر الميليشيا بينهم قيادي بارز خلال الاشتباكات التي اندلعت اثر قيام الميليشيا بقصف مواقع المقاومة ومنازل المواطنين في منطقة الشازبي التابعة لمديرية ذي ناعم وفي مديرية الزاهر آل حميقان واصلت الميليشيا قصفها بالاسلحة الثقيلة على مواقع المقاومة الشعبية في الغول والاجرد والبركات وافاد شهود عيان ان ميليشيا الحوث والمخلوع واصلت ارسال تعزيزات عسكرية الى مثلة الجماجم في المديرية ذاتها في اطار سعيها لاحراز اي تقدم في المحافظة وعلى الرغم من ان البيضاء هي الجبهة الوحيدة ربما التي لم يصل اليها اي دعم عسكري الا انها من اكثر الجبهات التي لاقت فيها الميليشيا خسائر كبيرة منذ سعيها للسيطرة عليها في اواخر العام 2014 اشتركوا في القناة